إخواني الطلبة نقترح عليكم التمرين بما خصا تقطع سطح كرة معينة S مع مستوي P إذن التمرين شغول لتكون النقطة W111 و A330 أولا أكتب معادلة لسطح الكرة S التي مركزها دون B وتشمل A ثانيا أكتب معادلة مستوي P المماس لسطح الكرة S في النقطة A الحل المعادلة بصفة عامة معادلة سطح الكرة S هي كالتالي X نقص X0 مربع زايد Y نقص Y0 مربع زايد Z نقص Z0 مربع يسوي نصف القطر مربع X0 Y0 زايد Z0 إحداثيات للمركز الكرة و R نصف قطر الكرة إذن نحسبه نصف قطر الكرة وهو طول نتعى W A هي جذر لثلاثة نقص واحد مربع زايد ثلاثة نقص واحد مربع وزايد سفر نقص واحد مربع أي بعد الحساب إن مدنا W A يسوي ثلاثة نصف القطر إذن نصف القطر للكرة S هي ثلاثة نحسب إذن معادلة نجد المعادلة 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 ل S وهي ثلاثة نقص واحد مربع زايد Y نقص واحد مربع زايد Z نقص واحد مربع يسوي ثسعة أي أي إكس دو زايد Y مربع زايد Z مربع نقص اثنين إكس نقص اثنين إكراك نقص اثنين زايد زايد ثلاثة ثلاثة نقص اثنين يسوي سفر هذه المعادلة السؤال الثاني السؤال الثاني ثلاثة ثلاثة السؤال الثاني 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 دوبل بي آ دوبل بي آ و شعاع ناظمي ل مستوي بي كما في الشكل الثاني 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 ناظمي هي الناظمي هو عنده الإحداثيات 2 نقص واحد نعرف المعدلة العمى العمى هي XRXZ XZZ يسوي ZD يسوي صفر ونعرف باللي A A تسوي 2 B تسوي 2 C تسوي نقص واحد نعوذ تولي 2X Z2Y نقص ZZZ D يسوي صفر والمطروح أن هذا المستوى هذا المستوي هذا المستوي هذا المستوي المستوي يشمل A يشمل A إذن A نقص 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 صفر ZZZ ZZ يسوي صفر أو أو ZZZ ZZ ZD يسوي صفر نقص 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 المعادلة 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 تولي نقص 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 المعادلة المعادلة يسيتي زد ي نقص ناكس زد ناكس ناش وسيليسف وهذه النتجة ناكس هذه النتجة